برحب حضراتكم وفقرتي الحوارية الهمة جدا تأتي هذه الأهمية للفقرة الحوارية من ضفنا مش من الموضوع النهاردة لأن كتير ببقى محكومة الضف اللي عندي كذا أنا بحترم كل الضيف اللي بتجيني أي إن كان الموضوع اللي هتكلم فيه أي إن كانت الموضوع اللي إحنا أو الطرق اللي إحنا هناخدها في الموضوع لكن يمكن النهاردة المختلف إن الضيف هو كمان غني جدا فبالتالي إنت بتبقى طمعان كموزيع وإعلامي إنك تفتح معاه كل اللي على بالك وإحنا بندرد نجدر وقتي على الهوى الداني الجرينجارد اللي براحتك اتكلمي في العزة تكلم فيه إنه مش أول اللقاء لينا وعرف طريقتي وأنا كمان عارفة إنه ممكن يحتملني لحد فيه برحب مع حضرتكم ومعنا في الستوديو الكاتب الكبير الصحفي أستاذ أسامة دليل رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي برحب بحضرتكم أهلا وسهلا وحشتنا أنتوا أكتر وكل سنة وحضرتك طيبين كل سنة وحضرتك طيبين لأسباب أخرى كمان إيه الأخصار؟ زي النهاردة من 56 سنة وضع حجر الأساس للكاتدرائية زي النهاردة؟ 24-7-1956 يبقى كل سنة وحضرتك طيب يعني آه شفت بقى 1965 1965 وحط حجر الأساس الرئيس جمال عبد الناصر وكان معاه كل مجلس خطة الثورة وكان موجود البابا كيرولوس السابس الفترة دي كانت الجمهورية الأولى بتقول إحنا في دولة ما فيهاش طائفية إحنا في دولة برتبت أجندتها على البناء والإنجاز كنا خارجين من معركة 56 قبلها علشان السد العالي وقممنا قناة سويس سنة 65 أيضا هي من السنوات المهمة جدا فيه كتير اتعمل من أكاديميات ومن مركز بحسية كبيرة وكانت دي الجمهورية الأولى والآن إحنا في الجمهورية التانية وهي جمهورية عندها نفس المشكلات يعني الجمهورية الأولى بدأت وعندها تحدي مع النيل لو ناخد بلنا قصة السد العالي ما على تحدي مع النيل والآن تحدي آخر مع النيل مع الفارع بقى إحنا اللي كنا عايزين نعمل السد الآن هناك آخرون يريدون بناء سد مش لإنه سد بس إحنا لما عملنا السد وحنشرح دي ما جناش على حد مش دي قصة مش دي القصة خالص أنا عايزة أفاهم الناس حاجة مهمة جدا في الموضوع السد النهضة بقى مصر ما عنداش مشكلة مع السدود أصلا منذ أمر بعيد إزاي السودان بيننا وبين أثيوبيا في دولة اسمها السودان مش كده السودان دي جواها ست سدود اتبنت أمتى اتبنت طول الوقت وكنا طول الوقت وفي كلام عن حقيقة وما عندناش مشاكل معهم خالص خالص مش كم من باب أولى لما السودان تعمل سد إن احنا نقول ما ينفعش أبدا خالص ست سدود إحنا في الوقت الخاضر وإحنا عندنا مشكلة مع أثيوبيا بنبني سد في تنزانيا اسمه سد جوليوس نيريري إحنا تفهمنا على بناء سد في جنوب السودان اسمه واو ما بقلوش شهر التلام يبقى المشكلة مش في السد خالص وحقوق السودان لما اتعملت دولة إريتريا ودولة مقفولة أرضية خالص ووضعها مش تمام عندهم معدلات فقر مش طبيعية على الإطلاق أيضا تركيب القبلي جوه في تناحر ما بينتهيش أبدا ودلعطالهم عن الخضارة لأنهم طول الوقت كانوا بيقولوا إن المصرين حرمية خدوا مننا مية النيل وبانوا خضارة وإحنا ما بينناش أيوة ماشي أنت ما بينتش لأنك طول الوقت عندك مشاكلك مع نفسك يعني إنما إحنا جنس واحد شعب واحد طيب الناس دول مع الوقت بترقوا يفكروا أفكار تانية شوية لما مصر أممت قناة السويس في الجمهورية الأولى وعلشان تعمل السد العالي فكرت بعض القوى الاستعمارية إنها تخلي أسيوبيا تبني سد سموه سد الألفية علشان يقفل الماء على عبد الناصر الفكرة دي فكرة موجودة ما جرؤوش إنهم ما ينفذوها أبدا لعبد الناصر ولا السادات ولا ما على حاجة خالص لحد 2011 لحد مبدأ الانكسار 2011 أو يعني ضعف للدولة المصرية ما نقدرش ننكر ده كان ضعف ده لابد إن الناس تقف قدامه وتسأل لما السد ده فكرته موجودة من 57 لماذا الآن كان ينتظر ضعفك علشان يقدر يعبر عليه بالضعف ومش بس ضعفك لا ده هو لقى إن هناك مناخ هذا المناخ فيه قوة بعينها وهذه القوة ضد جيش وضد الدولة وضد النظام الجمهوري وضد كل حاجة لك ما خلصت يعني خلاص إيه اللي يعني وابتدأ ابتدأ يحطوا حاجة الأساس بتعموا يشتغلوا ويحفروا حاجة كده طيب تمام هل الحكاية مية؟ لا الحكاية هي التحكم في المياه وإنك تكتسب نفوس سياسي من خلال المياه هنا بقى الإشكال السد ما هوش الإشكال عايز الناس تفهم إن الحكاية ما هوش سد تروح تضربه يعملوا حد تاني إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ في ضمانة؟ بتستفذك الكلمة دي فين؟ بالضبط فين الضمانة؟ هل تخريب السد؟ هنضرب سد؟ هنعمل سد واثنين وثلاثة وقال أنا ممكن أعمل مئة سد الفترة الجاية هو عاملوا تريبا واحد وعشرين رافد عامل عليهم واحد وثلاثين سد أصلا أصلا ده عامل سدود نشفة الماء عن الصومال وعن مين وعن مين وعن مين يعني مش أول مرة يبنوا سدود الناس محتاجة لي فهمها وأنا فرصة وجود حضرتك النهاردة ده ده رائع نحنا ليه مشكلتنا؟ ليه رئيس ما يقومش ده إحنا عندنا الرفال ده إحنا عندنا جيش العاشر ده إحنا وإحنا وإحنا ليه ما نقومش يضربهم بكرة ستوبة؟ ماشي الحل العسكري ليس غاية في حد ذاته خالص في العالم كله الحلول العسكرية ما هيش غاية في حد ذاته هي وسيلة الضرب العسكري وسيلة لتحقيق سياسة يعني أنت برضه بعد ما بتضرب حتى تفاوط بس حتى تفاوط موحد مهزوم في الحالة دي بقى التفاوط خدوهات لكن في الحالة اللي بعد الحرب والعمل العسكري فيه طرب بيملي إرادته على طرف وبيعوده بشكل سياسي ولازم يعوده مع بعض إذن العمل العسكري ليس هو الحل الأخير مستحيل هنا المجتمع الدولي فيني يا سيد أسامة أنا محتاجة المجتمع الدولي المجلس الأمن كان آخر جلسة كان شيء مخزي وكأن فيه اتفاق عام على إخضاع مصر أنا مش فاهمة أوي محتاجة كمان حضرتك نصلة ضوء على جلسة المجلس الأمن وعلى اللي بقى الجاي كمان لمجتمع الدولي واحد أنا عندي تخفز على كلمة مجتمع دولي يعني عادة لما بنقول كلمة مجتمع الدولي بيبقى إحنا قصدين أوروبا وأمريكا مش كده وكأن العالم ما فيهوش غير دول يعني لا فيش حاجة اسمها مجتمع الدولي لكن في حاجة اسمها البيئة الدولية اللي هي كامل دول العالم دي نمرت واحد نمرت اتنين مجلس الأمن بقى مجلس الأمن فيه خمسة كبار وفيه مجموعة بينجددوا كل شوية والتانية حبتعطى فيه قضو عن المجموعة العربية مجلس الأمن ذات نفسه عنده ناس عندهم مصايب بالشكل ده يبقى احنا هنا قدام إشكالين الإشكالي الأولاني أنك رايح مجلس الأمن علشان تمنع وقوع الحرب لأنك في الحقيقة بقى لك عشر سنين بتمنع وقوع الحرب وهو ده الموضوع وده المصلحة المجتمع الدولي ده المصلحة البيئة الدولية البيئة الدولية لو استعملت مصدر حضرك بتمنع وقوع الحرب مش بتمنع وقوع حرب بطريقة نقوبة أخرى لا الحرب لأنه من اللحظة الأولى هو كان إعلان حرب ولو أنتوا فاكرين أو الناس تفتكر حكاية جدع بتاع الجماعة الإرهابية اللي كان بيرقص مصر لما لم شوية القلضيش بتوع على الهوى قمر العالمي آه نعم آه كانت فضيحة يعني مش طرعية يعني الرجل بي ناقش حاجة ما تتنشيش حقيقة طبعا نسيبها أتمنى الناس تجيبوا وتشوفوا 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 ديك ونا داخلين في المصيبة احنا كنا فين وباقينا فين ده مش كان لازم أسيبها تطمع ده كان لازم أسيبها تيجي تحتل لمصر اليوم ده مش كده ولا إيه ده حقيقة ولكن الحكاية من أول هنعمل إيه يعني إيه في حرب والناس بتفكر في تفكير بالشكل ده ولكن احنا عشر سنين نمنع وقوع الحرب فروحت المجلس الأمن مجلس الأمن عادة بيستنى الخرب لما بتقع وبعدين يتدخل ودي أول مرة يعني يلاقي نفسه قدام إشكال بالشكل ده وأول مرة يلاقي وزير خارجية معتبر وزير خارجية المصري اللي بيقول لمجلس الأمن علينا أن نتبنى ديبلوماسية وقائية نقي بالديبلوماسية مخاطر الحرب فدي سبقى ما حصلتش قدام مجلس الأمن فيما يتعلق بإشكال له علاقة بالمية فده حاجة خليتهم شوية يرجعوا حبتين يعني إنه ما فيه سوابق بالشكل ده الشيء الثاني أن كثير من أعضاء مجلس الأمن الصين روسيا غيرهم عندهم مشاكل بالشكل ده يعني آآ الصين عندها مشكلة مية وروسيا دفسي مشكلة تقريبا آآ يعني أنا لو وقفت جنبك هنا حبقى أنا واقف ضد مصلحتنا وفيه ناس حتيجت حسبني أنا علنا بعمله طالما أني وقفت معاك ما هم كمان مصادر يعني عايزة أقول للناس إنه مشاكل المية في العالم موجودة ومحتقنة بقالها عشرات سنين لكن أول مرة بقتطلع بالفجاجة دي طلعت من ودي النيل على بقتنا إن أول خرب مية يتم التلويح بيها جات من عندنا أحنا طيب كويس مجلس الأمن اضطرب بقى واحدة إن دي سبقى نمري تتنيل لإنه جوة مجلس الأمن فيه أعضاء عندهم مشاكل شبهها عندهم وضعهم فيه مكان أسيوبيا تقريبا هم منبع وبالتالي إنت أي موقف هتاخده حيؤسس لقاعدة القاعدة دي بعد كده هتمشي وبالتالي فيه حالة ارتباك حالة الارتباك دي مش معناها أبدا إن الناس ضدك وأرجو إن الناس تسمع كرامة كويس نمري التالتة وده الأهم عندما تكون الأمور ملتحبة ودخل على حرب أنت متوقع فيه أي طرف دولي كإنما كان يقولك روح حارب لا طبا ده إحنا حتى في 73 لا طبا ما حدش قال لنا وما استأذناش من حد وما قلقناش من حد وما بنقلقش وما حدش يحط في دماغه حكاة عقوباته مش عقوبات إيه ده أنا حموت من العطش حخاف إن أنا مش هيجيلي سمون في ميه يعني إزاي بالعقل يعني عقوبات إيه وعبط إيه ده يعني ده كلام فارغ يعني مش هنخط في دماغنا أي اعتبار ساعة تمانية أنه لا بديل إلا عمل عنيف من أجل إن احنا نوصل للأهداف السياسية بتاعتنا خلينا أفكر حضرتك بحاجة كانت من وقت فات كده وهي التقارب الأمريكي وظهور أمريكي على الخط برغم من الدور اللي كان عدا إي تجاه مصر عشان حوال إنسان وكل شوية تلوح لنا بحوال إنسان من وقت ما ما مسك بايتن الفترة فاتة بدأ يبقى فيه تقارب بدأ يبقى فيه وجود وظهور للسياسة الأمريكية في الموضوع وفي نفس الوقت مصر كمان يعني الموضوع هدي شوية مش عارفة سميها إيه هدي ولا تراجع مش عارفة عموما السياسات الأمريكية مفاشة تواصلية لي يعني مفيش عادة بتيجي الإدارة الجمهورية لها سمات وخصائص أهمية السد عندهم إيه؟ أهمية موقف أسيوبيا بالي لا أهم الإشكال عندهم زي ما قلت مش أهمية السد ولكن هو الوضع السياسي العام الوضع الاستراتيجي العام المنطقة بكلها أنا أنا مصالحي فين بتضار وفين أنا باخدها على سبيل المثال الإشكال اللي إحنا فيه ده يعني الإشكال اللي فيه أسيوبيا ده مجل الصراع ما بين أمريكا وروسيا أسيوبيا نا واخدك جنب الروسي التسليح الروسي الوجود الروسي اللي ما كل ده ما هو عامل مشاكل لتواجد الأمريكي في المنطقة ثم أن هناك صلة صينية موجودة وبعدين هم مفروض أنهما يكونوا تعلمهم من أخطاءهم في سوريا لأنه سوريا كانت الباب الواسع اللي دخلت منه روسيا والصين من خلال الفيتو علشان تقول إحنا قوى عظمة زينا زيك معنا الفيتو ومنسما عادوا مرة أخرى إلى المسرح الدولي لا ما كانش قبل كده كانوا مهمشين الصين وروسيا فيما يتعلق بخريطة العالمية ورقعة شطرنج العالمية طب أنت عندك إشكال في شرق إفريقي وعندك إشكال في القرن الإفريقي وعندك مصايب كتير في منطقة الساحل اللي هي المنطقة التي تلي ليبيا وجزائر اللي هو تشاد ومالي وزي ما أنت عايزة هذه المنطقة أيضا فيها تحديات كبيرة مش بس أمنية للجيش الأمريكي لا كمان وهناك صراع آخر على الموارد أمريكا طرف الصين طرف روسيا طرف إيران طرف إسرائيل طرف مئة حد بيلعب في المنطقة الأفريقية فده كمان مجال لصراع بين قوة عظمة وبعضها البعض ففي الحسابات ما هي السهلة ليست قصة سدة أصلا بالنسبة لهم وإنما هي القصة هي قصة حسابات وتوازنات استراتيجية طيب إحنا مش فاهمين ده إحنا فاهمين ده كواس أوي وعارفينه كواس جدا ومش بس كده ده هو كمان بيوازن ما بين مصلحتين إنه يفقد مصر اللي تملك إنها تقفل تاني تقفل قناة سويس أصلا مصر تعرف أصلا مصر تعرف مش ما تعرفش تعرف وتقبر هو صحيح المركب اللي ده كان حادث بس أظهر للعالم أهمية هذا الممار الست أيام اللي المركب أفلت فيهم القناة دي مين اللي صوت وسرخ هم أعلنوا أكتر مرة هم عايزين يجوا يساعدوا كل الدول العالمية مين اللي صرخ صحيح هل صحيح الاقتصاد العالمي هو اللي صوت وسرخ ولا القدرات العسكرية بتاعتهم كلها ليه أصلا قدرات بحرية مين اللي صوت بقى مين اللي حس بالشلل الاقتصاد العالمي اللي هو أصلا متباطق ومعدل كل ساعة يبعثوا يا جماعنا ممكن نساعد جماعنا ممكن نتدخل دول كانوا على السعادة دي بقى ديهم يعني آه بالزبط كل ساعة تقري اتشلت القدرات العسكرية بتاعت الناس دي كلها خلاص طيب هو لا لما حصل في موقع اسمه ديفنس وان ده بتاع البنتاجون وإقروا يا أخواننا اللي بيتكتب فيه تعليقا على الحكاية دي اتكتب بالنص كده ها انه اللي حصل في قناة سويس كان حادث بس المرة الجاية مش هيبقى أكسلت هيكون بإرادة مصرية مش هيكون أكسلت وده توقع بتاع محلل عسكري بصل قدام شوي ده اللي شايفين بها عشان السد وما فيه الآن مصر شوف احنا لسا بدرة هو اه تمام فإذا كانت أسيوبيا تعرف تعمل أزمة بقفل المياه ما انت كمان تعرف تعمل أزمة بقفل قناة سويس يعني تعرف كمان تخلي العالم يقف على عصابه انت لاخر يعني الحكاية مش بس لا انت مانتاش قليل ولا يليق بيك القلق كما قال رئيس الدولة انت الآن ليه وده سؤال والله أنا حتى ممكن أسأله نفسي بعض اللي بيظهروا وبعض المخاول لهم من الطمأنة أو رسال رسائل صحيحة هم اللي بيعملوا رسائل غلط وهم اللي بيصيروا القلق في أسامة أشكرك حضراتي كده حطيتي إيدك بالزبط على الموضوع إنه الإعلام من الأول من الأول خاص أنا حسنا كنت رسالة الرئيس مش للناس قد ما هي للناس اللي بيخوالها بتكلم الناس الإعلام من الأول أساء عرض القضية لأنه من الأول كان ينبغي إن احنا نقول للناس إحنا ما عندناش مشكلة مع حد عايز يعمل سد خالص أصلا من سنوات طويلة إحنا ما عندناش مشكلة مع أي حد عايز يعمل سد إنما السدود دي ليه نظام بتعمل سد حضرتك على المجرى بتاعي فبنتفاهم مع بعض وبنتهت بدل المعلومات وفيه اتفاقيات دولية بتسمح بالإشراف وووة والآخره ما عندناش أي مشاكل خالص وإنتجوا كهربا وما بش أي مشكلة ما إحنا كمان أنتجنا كهربا وتقدمنا وعملنا حاجات كتير فالإشكال مع أسيوبيا ليس فيه السد ولكن وراء السد فيه إيه بقى؟ فيه ناس عايزة تحتاجز كميات مية تأثر على حصتك بتعديزك نمرة اتنين إنه لما حيحصل لإنه حيحصل وخلي بالحضرتك حضرتك قبل ما تستضيفيني جبتي تغيرات مناخية فيها إيه وحاجات وحاجات بتغرق في أوروبا كندا مع حد يصدق أن كندا درجات الحرارة فيها توصلهم للي هم فيه ده دي كارسة لكن التغير المناخي أصبح حقيقة طيب هو التغير المناخي ده لما هيحصل إيه ممكن يحصل بالنسبة للأمطار في هضبة أسيوبيا في حاجات ممكن تبقى غريبة ممكن يحصل شح ممكن يحصل إنه الأمطار السنة دي كبيرة جدا على إنه حتى تقدرته على إنه كان عايز يخزن المية مضبوط طيب أنا قدام التغيرات المناخية قدام ناس أنا معدتش بسق في نواياهم لأنه الناس دي مش عايز أتوقع ما هي دي بقى الإشكال وقع الموضوع خلص ما هي خلصة وقع يعني من هنا اليوم الإيامة ما بقى معاتش فيه مشاكل لا مش عايز يوقع يعني عايز يتحكم في حلصة سلمية لا أنا بتتوفر لدي كل يوم براهين على سوء النية يبقى أنا لازم أوقف معك بقى شوية تعالى إنت لين مش عايز توقع على اتفاق ملزم بيقول حصتك مش هقرب منها طيب لو حصل شو حمائي هنعمل إيه مع بعض لأنه لو حصل شو حمائي ما هو كمان له احتياجات التلسمات معينة سودان له احتياجات ومصر له احتياجات لازم نتفاهم في الحاجات دي هو مش عايز يوقع مدام مش عايز توقع دخلت نفسك بقى في إيه في الإشكال التاني الإشكال الجيوسياسي أنت الجغرافيا حكمت عليك بحاجات ومتصور أنك من خلال الميا تقدر تفرض رتك السياسية وتعمل لنفسك وزن سياسي مش حقيقي ما تركيا بتلعب اللعبة دي تركيا قفل الميا في دجلة والفرات وعمل مصايب مع العراق والسوريا في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها احنا الأول مرة نشوف نهر دجلة مش كده طيب في مصايب بتحصل في إيران بقالها تسعة أيام في قليم الأحواز إيه المشكلة فيها؟ الميا شحت أصلاً أصلاً كان فيه نهر كده بيمد العراق من عندهم من إيران صفر مرحش منه ميا وفيه إشكال ميا فالدنيا هاجت وولعت وفيما يبدو أن الحريقة هتوسع شوية في إيران بسبب على خلفية موضوع ميا أنا محتاجة أطلع حفاص لكن قبل فاصل هسأل حضرتك على حاجة هل طول الوقت بيتقالي إن أنا فيه ناس عايزة تورطني فيه ناس بتستفزيني فيه ناس بتصدرلي مشاكل هل السد الأسيوبي والضغط الأسيوبي اللي حصلت دووقتي وراه ناس عايزة تضغط على مصر لكن اسمح لي أخذ الإجابة بعد الفاصل فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك اشتركوا في القناة